اشتركوا في القناة اهلا واسهلا بحضركم مع بعض النهاردة بنتكلم في الوفيشال اجزامز بتاعة شابتر 1 ومعنا النوتز بتاعتنا بتاعة الوفيشال اجزامز بتاعة شابتر 1 شابتر 1 عندنا اربع افكار اساسية الاول تعرفين ان شابتر 1 ست اسئلة في الامتحان بتمن درجات اربع اسئلة كل سؤال بدرجة وسؤالين من ابو درجتي وبناء عليه يبقى 8 درجات ان شاء الله اول نوعية من الاسئلة بنقابلها اسئلة على مين على الريسيستيفتي والكوندكتيفتي وريشيوز دي اول نوعية ان شاء الله وانت داخل الامتحان كده تعمل حسابك انك انت هتشوفها في الامتحان اوكي هنا كويس اتواص فاوند ذات زا كرانت ثري اي باسز ان ات زيسس ديو تو حلو تعال لي كده بقى واحدة واحدة كده ونشوف انا لقيت حاجة هشتغل بيها انهم زا سيم ريسيستيفتي سيم ماتيريال وكان في حاجة الهالي في الاول اللينس الو تلاتة الو when a battery is used with different conductors الpotential difference هابت مع الاثنين طيب بصوا بقى هاقول ايه R1 على R2 بتساوي L1 على L2 times A2 على A1 اوكي جميل طيب نبدأ نشوف R1 على R2 بتساوي لينس الاولاني بقل التاني مش عارفه area التاني مش عارفها طب area الاولاني camp 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 3A جميل اوكي بصوا لي بقى الريزيستنس هي عبارة عن ايه ريزيستنس الاولاني V over i من امزلو R بتساوي V على i كويس فيبقى الريزيستنس هنا V over i طب وريزيستنس التاني V over 3i اصبح عندي هنا 3 بتساوي ها L over 3A times A2 over L2 جميل اقدر اقول ايه لو انا عايز اخلص من دي ايه رأيكم اضرب في 3A على L فنضرب both sides عشان نخلص من الحتة دي او تعال هنا تعال كده هاتلي كده بقيت 9A over L بتساوي A2 over L2 9A over L A2 over L2 جميل يبقى انا عايز ايه بص يا سيدي وصلنا لمرحلة اللي هي كالقاتي ان A2 على L2 انا عايزها بتساوي اهي بص لو ناسي عايزها بتساوي كم 9 over 1 A over L تعالي طب تعالي هنا لو كانت الاريا هنا ب18A دي الاريا وهنا ب2L جميل اعمل reduction بقيت 9A over L شكرا فتبقى الاجابة letter A اللي بعدي زا فيكر شوز 4 uniform conductors made of the same material but different dimensions 2L L L 2L كوائز their correct arrangement ascendingly تصعوديا according to their electrical resistance starting from the least to the greatest وماله تعالوا نعمل ايه مبدئيا انت تعرف ان رو بتساوي R A over L يبقى فهم من كده ان الر بتساوي R L over A شكرا نمسك هنا بقى ونقسم 4 حتات تعالوا نجيب R of A اللي هو اول conductor بتساوي Rho length 2L over area 2A اطاير دي معا دي فطلعب بتساوي مين Rho L over A دي اول حاجة تعالوا نجيب القصادها R B بتساوي Rho length L و area 3A وبناء عليه بتطلع 1 over 3 Rho L over A مضروبة factor 1 over 3 تعالوا نجيب R of C resistance بتاعت C بتساوي Rho length 2L area A فتصبح بتساوي Rho L over A multiplied by factor 2 تعالوا نجيب resistance of D يبقى بتساوي Rho length D by L area D before A يبقى اصبحت quarter Rho L over A يبقى مضروبة for quarter يبقى اصغر حاجة D يليها ال B quarter اصغر حاجة ده 1 over 3 وبعدين هنا D مضروبة of 1 فيبقى D A وD multiplied by 2 فيبقى دي اسمها C يبقى D B A C ده الترتيب نتفرق كده هنا الترتيب D B A C كل سنة وانت بخير وسعادة فتبقى letter D طبعا انا محتاج افكركم بس بحاجة كده صغيرة عارف ان رو اللي هي resistivity بتسوي R A over L مين يغير resistivity تغير المaterial وتغير temperature طالما المaterial سبت ما تغير شي فالresistivity والconductivity ثوابت لا تتغير وعتنسى sigma اللي هي conductivity بتسوي L over R A وعتنسى ان sigma بتسوي واحد على resistivity شكرا تعالى اللي بعده two copper wires يبقى انا معايا اتنين wires مصنوعين من ال copper يبقى المaterial سبت of the same length the cross-sectional area of the second wire is three times the first so ratio between resistance of the first and resistance of the second الاول لما نجي نرجع كده وناخد الكلام المaterial ثابت واللينث ثابت طيب the cross-sectional area of the second is three times the first يبقى A2 بتسوي 3A لو الفرست كان A يبقى 3A R1 على R2 بتساوي A2 over A1 ما عنديش تغير غير في حاجة واحدة بس هي cross-sectional area المaterial ثابت واللينث ثابت فيبقى R1 على R2 بتساوي A2 على A1 يبقى بتساوي A2 اللي هي 3A A1 اللي هي A شكرا فتطلع الريشو 3 over 1 أستأذن حضرتك أنا محتاج أفكرك بحاجة لو أنا بقرن ما بين two wires يدوبك اللينث اللي مختلف فيبقى R1 على R2 بتساوي L1 على L2 ليه؟ لأن الريزيستنس is directly proportional with length طب لو بقرن ما بين two wires زي الإجزامبل اللي كنا بنحكي يدوبك مختلفين في الاريا يبقى R1 على R2 بتساوي A2 على A1 ليه؟ خلي بالك هنا الحالتين دول same material طيب الريزيستنس والاريا inversely proportional طيب لو بقرن ما بين two wires of the same material مختلفين في اللينث والاريا يبقى يبقى R1 على R2 بتساوي L1 على L2 لأن الريزيستنس واللينث directly times A2 على A1 طب افرد ما تدكش الاريا ودك الريديس بص من غير ما نروح في مشاوير بعيدة L1 على L2 times دي تبقى by R2 squared over by R1 squared زيوزيو وعتنس في فرق بين الريا والريديس طيب وإفرد دخل معي الماتيريال وماله يبقى R1 على R2 بتساوي L1 على L two times A2 على A1 times R1 على R2 لأن R2 بتساوي R A over L فالأروي الرو directly proportional بس بشارط تكون الماتيريا المختلفة أوك اللي بعدي question four two wires made of same material the diameter of first wire three times the diameter of the second wire resistance resistance of second wire is four times the resistance of first wire so length of second wire is at the length of first أوكي تعالوا نعيد صياغة المعلومات التانية طيب يقول لي إيه the diameter of first three times the second يبقى diameter واحد بتساوي ثلاثة ديامتر اتنين أنا ما تعملش مع الديامتر يبقى ريدياس واحد بتساوي ثلاثة ريدياس اتنين كويس زاريزيستنس of second four times the resistance of first يبقى رزيستنس السكن four times resistance of first so length of second wire is at the a من الفرست wire أوكي أو نقدر نقول L2 على L1 سنشوف إلا يحصل دلوقتي أوكي تعالوا لي هنقول إيه ها R1 على R2 بتساوي L1 على L2 times ما عنديش أريا فتعالوا نختصر ها R2 squared over R1 squared كويس R1 بR1 طب R2 بكام before R1 بتساوي L1 over L2 times كل R1 بتساوي ثلاثة R2 يعني لو دي R2 لو لو R2 بR فالR1 بكام ب3 R وسا كور كل R1 ب3 R2 فلو R2 بR يبقى R1 ب3 R كويس تعالوا لي بقيت R2 over 9 R2 L1 over L2 بتساوي R1 ما تيجي نطاير دي معدي نطاير دي معدي نطاير دي معدي بقيت بقى لي 1 over 4 ونتاير R2 مع R2 هاتلي دي هنا خلاص كده بقيت 9 over 4 بتساوي L1 على L2 خلاص كده هاتلي دي هنا L1 على L2 بتساوي 9 over 4 جميل طيب L1 over L2 بتساوي 9 over 4 كروس يبقى 9 L2 بتساوي 4 L1 يبقى L2 نفسها بتساوي كام 4 over 9 L1 شكران يبقى L2 بتساوي قدق من L1 4 over 9 L1 وبناء عليه من الاختيارات هيبقى عندي الاختيار letter C التكرار يعلم الشطار A current of intensity I passing through a conductor L1 and cross sectional area A then on replacing the battery used such that passing current it changes to 3i The cross cross-sectional area ستبقى كام ايه دا كان فيه conductors بيعدي فيه current I بقى 3i ايه اللي يحصل لل cross-sectional area احنا هنهزر احنا هنهزر يعني انا لو عندي سلك current اللي داخل فيه 3 مرات او 4 مرات او 5 مرات الا الarea تتغير دا كلام هبولي فيبقى الarea remains as it is وما تحاولش تعمل حاجة لان current تتغير قوى الarea فالarea مش تغير نفسها 2 wires 1 and 2 made from the same material يبرز 57 length of wire 1 equals 3L while radius R radius R as indicated in the figure so ratio between i1 and i2 اوكي لا محتاجين نعمل ايه ناخد واحدة واحدة كده ونرسمها ادي اول circuit اللي فيها هنا الوائر الانث بتاعه 3L دي circuit 1 هنا الوائر 3L والradius R والبطارية VB 1 VB او خليها V خلاص اشان ما نعودش نكتب VB ماشي تمام تيجي نجلب i1 بتسوي V over R رو L over A يبقى i1 بتسوي V over رو الاريا by R squared اللنث 3L وبنان عليه الايوان بتسوي بصيلي بقى V by R squared over رو L 1 over 3 V نخش على بعدها قد البطارية باتنين V قال لل VB2 بتسوي 2V اللنث بتو L radius 2R والقرنت اللي ماشي اسمه i2 يبقى i2 بتسوي V over row L over A يبقى V over row ال L بتنين L الاريا by 2R squared فيبقى i2 بتسوي V by 4R squared over 2 row L عدتو في 1 عدتو في هات 2 أصبح بتسوي كم 2V by R squared over row L هو هو عايز ميني الباشا i1 over i2 يبقى i1 divided by i2 بتسوي تعالوا نرجع نجيب i1 V by R squared over row L وتحت وتحت في denominator 3 V by R squared over 3 row L divided by معلش معلش 2V by squared 2V by R squared over row L كويس يبقى V by R squared 3 row L times row L divided by 2V by R squared تعالوا هنطير row L مع row L والV by R squared مع V by R squared شكرا دبقى لي كام بقت i1 over i2 بتسوي 1 over 6 فتطلع ها وريني هنا اصبحت relation بتساوي 1 over 6 ولا في حاجة نقصة ثواني تعالوا كده بسرعة كده نشوف ها تصدق هنا في حاجة غلطة 4 على 2 اثنين فتطلع هنا بتو L اهي اثنين فيها هي ولادنا في تو هنا نقص هي البطارية هنا بتو فيه انا اسف ادي تو فدي تبقى 4 كويس يبقى هنا عندنا كام بدل تو تبقى 4 فيبقى اصبحت بتسوي كام 1 over 12 طبعا هنا ناخد عبرة وعيزة جميلة لو احنا كانت عندنا 1 over 6 واخترناه كنا هنلبس في الحيط احنا كان عندنا في قيمة منسية تو في ف القصة هنا بقى تعالوا لي ايه اللي خلاني اشك ان انا حللها قبل جدا ده بصراحة مضحكش عليك طيب هل انت في الامتحان ممكن يبقى السؤال قدامك انت ممكن تشك فيه لا ما قدامكش غير حاجة واحدة بس انك انت هتبقى فايق كويس مركز كويس واخب بالك من الحاجات الصغيرة ديت مثلا هنا لكن هنا فدي اول حاجة بصيت عليها بعناي هي دي كان الكام ودي كام هنا 3L وهنا 2L اعطى بص علي في الاكوشن اللي وقع مني مين 2V وزي ما هي وصيبها لك عشان تتفرج عشان تعرف هنا العيب مش عيب فيزيكس العيب عيب مين عيب عين وهنا عايز اقول لك ما يهمكش وانت بتحل دلوقتي وتغلط عادي اغلط زي ما انت عايز ما عنديش مشكلة خالص في غلطك دلوقتي مشكلتي ان انا مش عايزك تغلط اخر السنة انا عايزك تحل عشرة على عشرة اخر السنة هو ده المطلوب منك فاتمنى من الله ان ان شاء الله ما يبقاش في اي اخطاء خالص اخر السنة واغلط زي ما انت عايز في البيت اوكي زي ما انت عايز عيش اللحظة اوكي باشا نبص مع بعض على question number 7 هنا السؤال في حاجة جميلة وحلوة ان حاجة غير معتادة الresistance مع reciprocal volume وانا بني وبينك انا ما بعرفش اشتغل الا لما ازبط الدنيا طيب لما لاقي graph resistance واحد على volume هنا دي اربعة تلاتة ده اتنين ده واحد كويس تيجي نجيب الslub y over x r على واحد على v يبقى r v فيبقى r a l ده الslub اركز بقى طب تعرف لانه بيسألني في السؤال على conductivity الconductivity بتساوي l over r a طيب من هنا بقى يبقى الر ايه بتساوي مين slope over l يبقى sigma بتساوي l over slope على l يبقى l squared على slope يبقى l squared على slope يبقى slope ذات نفسه بيساوي مين يا شباب l squared over sigma بالمناسبة هو اقل ان اللينس سابت تعال بقى يبقى l four ده اعلى slope ويبقى اقل conductivity يبقى اقل conductivity four will one ده اقل slope واذا كان اقل سلوب يبقى اعلى conductivity يلي conductivity two يلي conductivity three يلي four مين بقى انا عايز ابدأ بone one hip four موجودة مرتين عند بي وسي ولكن خلي بالك من الحاجات اللي في النص conductivity one اعلى من conductivity two اعلى من conductivity three اعلى من four فتبقى الاجابة later c question number eight اول ما شايف قدامي كده شفت قدامي graph resistance and reciprocal of area وانت مغمض عينيك على طول فيبقى هنا الاسلوب بيساوي r over one over a يعني بيساوي r a انت عارف اصلا ان رو بتساوي r a over l يبقى الاسلوب بيساوي رو l يبقى الاعلى في الاسلوب اعلى في الرو يبقى الاعلى في الاسلوب x ويبقى هو الاعلى في الرو فاصبحت الريزيستيفتي بتاعت الاكس اعلى من الريزيستيفتي بتاعت ال y فالاجابة منحصرة في a و c طيب مين الاعلى في الاريا at certain resistance نجي عند certain resistance اهي مين ده ده واحد على ايه بتاعت ال y ومين ده واحد على ايه بتاعت الاكس فتيجي نكتبها كده واحد على ايه بتاعت ال y اكبر من واحد على ايه بتاعت الاكس ده من الجراف طيب يبقى الايه of y لما تشعلب يبقى الايه of x الاريا of x اعلى من الاريا of y الاريا of x اعلى من الاريا of y طب تعالوا نشوف كده في الاختيارات من الاريا of x اعلى من الاريا of y اوهو فبناءا عليه ايه فيصبح الاجابة لتر ايه اللي بعدي فور كوندكتين وايرز ميدوف باريد ماتيرييلز از ان فيجر ماتيريالز مختلف واتشوف ذم هاز ذا غريتس الكتريكال كوندكتيفتي جميل يبقى انا هعمل ايه هشتغل على الاربعة وتعالوا واحدة واحدة نشتغل على الاربعة انا هشتغل على الاربعة انا هشتغل على الاربعة واحدة واحدة نجيب مين الكوندكتيفتي الكوندكتيفتي طبعا انت عارف ال اوبر ار اي نجيب الكوندكتيفتي بتاعت ال اي بتساوي ال اوبر الار الاربعة ار الاريا ما عندش اريا عندي باي كورتر سكورد يبقى واحدة على ستتاشر ار سكورد كوائز اطلع فوق ستتاشر في اتنين باتنين وثلاثين ال اوبر فور ار باي ار سكورد دي معاديه بقى لي ايت فاصبحت ايت ال اوبر ار باي ار سكورد اركن على جنب تعال نخش على الكوندكتيفتي بتاعت البي بتساوي اللينث فور ال اوبر الريزيستنس بثري ار الاريا باي الهاف سكورد بواحد على اربعة ار سكورد الاربعة تاخد بعضها وتطلع فوق تبقى سكستين ال اوبر ثري ار باي ار سكورد فيبقى ال اوبر ار باي ار سكورد سكستين اوبر ثري ده سجما بي بيني وبينك السكستين اوبر ثري دي اللي هي تقريبا كما عشان تبعارف سكستين دفايد باي ثري اللي هي اباوت 5.3 5.3 تعال نخش على سيجما سي سيجما سي اللينث 5L 5 ولا انا مشايف 5A اوبر الريزيستنس 2R باي R سكورد كويس هنا على 5 تطلع باتنين ونص L اوبر R باي R سكورد واخدين بالكم ان الفاكتور هنا ثابت الفاكتور ثابت تعال نخش على اخر واحد سيجما دي بتساوي اللينث 2L 3R باي R سكورد اللي هي تبقى 4R سكورد طيب ماشي تبقى مين بقى L over R باي R سكورد عدتوا فيها الوان عدتوا فيها الوان عدتوا فيها الوان فتطلع بكم 1 over 6 هو عايز يبقى the greatest conductivity يبقى اعلى conductivity بقى هنا الفاكتور ملتبلاي باي 5 هنا الفاكتور ملتبلاي باي 1 over 6 هنا الفاكتور ملتبلاي باي 2 over 5 يبقى واضح طبعا تماما ان اعلى واحد اللي هو ملتبلاي باي 8 اللي هي تبقى conductivity بتاعة A تمام اللي بعديه the following four wires are made of aluminium which of these wires has the least resistance يبقى اللي فاتت كان بيسأل على شايف شبه بعض بس اللي فاتت بس السؤال مختلف اللي فاتت بيسأل على conductivity هنا بيسأل على الريزيستنس وما له يبقى ارجع تاني واقول لك ان انا مضطر اعمل ايه اقسم اربع تقسيمات تعرف ان رو بتساوي ر ايه اوفر ال يبقى الار بتساوي مين رو ال اوفر اي يبقى بتساوي رو خلي بالك ان هم مصنوعين من الامينيومي عن نفس الماتيريا رو اللينث بوان بوين بايف ال اوفر الاريا هافي سكويرد بوان اوفر فور اري سكوارد طلع دي فوق بقى سكس تايمس وام بوين 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 بايف تطعب سكس رو ال اوفر ار اسكوارد تعال انجيب الريزيستانس بي بتساوي رو اللينث بتو ال اوفر الاريا باي اري سكوارد او طبعا هنا في باي هنا في باي باي اريسكوارد فتطلع 2 رو L over by R squared. O.K. اللي بعدي. R.C. R. الينسب for L. over by R squared. 2 R squared تطلع before R squared. قطير دي معدي. بقيت رو L by R squared. بتساوي اللمث رو ثري ال اوبر باي الناين ارسك تطلع بناين ارسكوار على الثلاثة فيها الواحدة على الثلاثة فيها الثلاثة فتطلع بوان اوفر ثري رو ال اوبر باي ارسكوارد هو كان عايز ان شاء الله عايزة ليست ريزيستنس يبقى دي مالتبلايت فاكتور تو دي بسيكس و دي وان و دي وان اوفر ثري طبعا واضح ان الليست الريزيستنس هتبقى دي الليست ريزيستنس هتبقى دي بالحسابات اللي بعديه هنا هنبدأ نخش يبقى الكم سؤال اللي فاتوا لما كانوا احنا وصلنا لحد سؤال رقم 10 للعشر اسئلة اللي فاتت كنا بنتكلم على فكرة واحدة اللي هي بتاعت الرشي والريزيستيفيتي والكوندكتيفيتي واللازمة هنا ده اكتر عدد اسئلة بتيجي في الامتحان على بس شطرتك في انك انت تبقى عارف المعلومات تمام اول الوحدانة انزا الالكتريك سيركيت وانزا كيكي از كوزد زبولتو ميتر ريدنج بيكمز طب خليو هو اوبند الاول نشوف لما يبقى اوبند يبقى دي ميتة ايت وفور كونكتد ان سيريس يبقى 12 يبقى الريزيستنس ب12 لما كيبقى اوبند الار توتل بتسوي 12 اومز نجيب الفي بتسوي 12 تايمز 2 فتطلع ب24 فولت 24 فولت كويس لما كالوزيكي اصبحو التوريزيسترز دول كونكتد امبارة التطلع بفور اومز فور وفور كونكتد ان سيريس يبقى الار توتل بتسوي ايت اومز نجيب البوتينشيال دفرانس اللي ماشي في الكمبينيشن نجيب الكارنت اللي هيمشي بتسوي في اوبر ار فتطلع الكارنت اللي ماشي بثري امبيرز طب الريدنج بولتو ميتر ده هيقى كام ثري لو اقران تايمز الكمبينيشن اللي يبقى فور فتطلع بكام 12 فولت يبقى الريدنج بولتو ميتر ب12 فولت يبقى لما كان كي اوبيند كان معايا كارنت لما كالوزيكي الريزيستنس اختلفت فالكارنت يختلف ولكن الايام ما في بتاعة البطارية سابتة خصوصا الانترنال ريزيستنس هنا بتسوي زيرو فالبارت ده من المسائل الانترنال ريزيستنس بتسوي زيرو تعالي انزا الكتريك سيركت شون زا اكوفلانت حيث هيقائص على وجه الايام هنا الثلاثة دول كونيكتد امباررال فيوم جونبر واير فيبقى اذن الحيثة دي بزيرو ريزيستنس وير كونيكتد امباررالي يبقى بزيرو إيه يعني الثلاثة بزيرو هنا التين والتين كونيكتد امباررال قيمة الواحدة على عددهم تين افعر توفو تطلع بكم بفايف اومس اللي بعدي طيب هم متسويين طيب أنا هقولي أن الوحدة بتن أربعة ناتيب هنا بفورتي قدي أي رقم من دماغك تن و تن و تن كنكتد امبرر القيمة الواحدة على عدد هم تطلع تلاتة أو تلت و عشرة يبقى سيرتين بوينت ثرين تلات تنات هنا بسيرتي و تن يبقى ثيرتي تايمز تن برو داكت على صمم أنا افترضت أن الواحدة بتن عشان أعرف أعمل الرينجمنت ليك أوبر فورتي فتطلع بسيفين بوينت فايف تن و تن بتوينتي و تن يبقى تونتي تايمز تن على سيرتي تونتي على سيرتي تطلع بكم؟ تلاتة أو ستة و هنا معنا تن فتطلع بسكستين بوينت سكستي سبن احنا عايزين بقى إيه؟ فروم هايست أعلى ريزيستنس فيهم كام؟ تو يبقى على واحدة تو يبقى تو أكبر حاجة شكراً شكراً أنا مش هتعب نفسي أكبر حاجة فيهم تو طب أتأكد بس أصغر حاجة فور أصغر حاجة فور دي سيفن بوينت فايف فعلاً أصغر حاجة فور شكراً و أنت مغمض عينيك باعت الإجابة لاتر سي باعت الإجابة لاتر كام؟ سي يبقى أبسط حاجة في الموقف اللي زي ده؟ افترض أي قيمة للريزيستنس طالما كلهم متساويين؟ هنا which combination which combination of the resistors shown in the figure gives equivalent resistance R بصوا كده عنايا شايفة الر والثلاثة R كونيكتد سيريس بارباع R الفور R والفور R كونيكتد برري اللي بقى 2R 2R و 2R برري اللي بقى دي هنا سرعة بديها بسرعة كده فيبقى أنا شايفة إن هي دي وبرضو شت امشي تمام؟ يا عم استنى بقى تعال بص كده هنا دي 6R و 3R يبقوا ب 2R 2R و R مش ممكن تطلب أر طب هنا 4R و 6R مش ممكن تطلب أر 6R و 3R يبقوا ب 2R 2R و R يبقوا ب 3R شكراً أنا بقيت واصق دلوقتي من إيه؟ واصق إن الإجابة لاتر بي أوكي إيج أوف زافور إلكتريك سيركت كنتين أن إنسترومنت كنتين أن آميتر صوري واتزا كوريكت الرينجمنت A1, A2, A3 A4 طيب خلاص يبقى هنا أنا مضطر أعمل إيه؟ أصغر رزيستنس عندها أعلى كارنت يبقى أنا محتاج محتاج أجيب الريزيستنس هنا 2R و 2R يبقوا 3R 3R و 6R كونكتد إيبقى هنا ديب 2R يبقى الريزيستنس هنا ب 2R 2R و 2R و 2R كونكتد برر يبقى بR R و R يبقى هنا ديب 2R أفهم من كده إنه هيبقى كونكت يساوي يبقى الريزيستنس هنا هيساوي الريزيستنس هنا ثانية واحدة هنا ديب 3R وهنا ب 6R 3R و 6R كونكتد برر 3R على صموم ب9R تطلع ب2R 2R و 2R أحطم بR R و R كونكتد سيري سيبقى ب2R ماشي أوكي جميل تعالوا نبص هنا هنا ديب كم ب0 يبقى الريزيستنس هنا بR قيمة الوحدة على عددهم فتطلع هنا بR R و 0.5R يبقى ديب 1.5R أعلى أمتر أبو أصغر ريزيستنس أصغر ريزيستنس يبقى 3 يبقى 3 دي أعلى 1 يبقى أنا عايز مين 3 أعلى 1 فعنايا ريحة المين دلوقتي ريحة دي و ريحة دي إن الـ 3 أعلى 1 بس تعال بقى أوكي طب وأصغر واحد أصغر واحد اللي هو أعلى ريزيستنس فالمفروض إن هو 1 و 2 طيب يبقى هنا المفروض بس دي تبقى إيه equal A1 بتساوي A2 طب والإيه فور دي واحد ونص قوم دي في النص ما بين الـ R والإتنين R فأصبحت الإجابة دي السؤال دي رقم كام 15 سؤال رقم 15 عايز بس إيه أتشيك من الصورس سواني كده تمام لأنه متعيقل إنه لازم تحط هنا إيه equal تمام سؤال نمبر 15 سؤال نمبر كام 15 okay okay نأخذ question number 16 أوزمعنا مش يالي يا باش in the opposite electric circuit when closing the switch K which of the following جروز شوز وات هابنز تو دا ريدنجز في وان في تو في ثري طيب اوكي طب خليه اوبين دي الاول خليه اوبيند وخلي بابا بيوزع فلوس على عياله بص انا عندي ايه انا عندي بطارية وريزيستنس واثنين ار ادي ار سيبك من الفولتميتر ولا كأنك شايفو ار واثنين ار وهنا بار طيب لو بابا بيوزع فلوسين بابا بيوزع 40 جنيه كويس فبابا يدي كام يدي هنا مثلا عشرة ويدي دا عشرين ويدي دي عشرة ما هو من الاثنين دول باثنين ار اوكي اثنين ار واثنين ار كنكتد الامبراد بار فيبقى دي زي دي اللي هما نص دي طيب ماشي اوكي لما كالويس كي ايه اللي يحصل تعالى لي بقى واحد واحد كالويس كي دي ماتت بابا لسه بيوزع ال 40 جنيه بس بابا بيوزعهم على مين ار واثنين ار بس على الاثنين دول كونكتد ان سيريس طب تعالى يبقى معنى كده خلي بالك الاول الريزيستنس كانت بار كانت الريزيستنس هنا دي بار ودي اريبا اتنين اريبا كانت الريزيستنس باربع ار خلاص اللي حصل دلوقتي انه اصبحت الريزيستنس بثلاثة اريبا الريزيستنس قالت فاكران تيزيد لما كارنتي يزيد اللي يحصل الكارنتي يزيد فنصيب نصيب دي بص بانت الابالسة دي في ثري ده ابني لازينا سيبك من الفي ثري الكارنتي زاد فيبقى دي نصبها هيزيد اللي هي الفيتو هيزيد يبقى لازم الفيتو يحصل له ايه يزيد الفيتو ينكريز كويس طب الفيتو ينكريز في ثلاث حاجات طب ماشي استني واحدة طب الفي وان دلوقتي اصبح الفولتوميتر محدود اكروس واير لان في جامبر واير فالفي وان بكمزي زيرو طب انا عندي بكمزي زيرو موجود مرتين بس مرة في تو انكريز ودي دي كريس يبقى ده ما ينفعش طب لو انت شاطر بقى عايز تعرف دي قلت ازاي؟ افكرك هنا الفولتوميتر لما تتنطط ولما تمشي على اديك وريجليك خلي بالك الفولتوميتر هنا في ثري محتوط اكروس بطارية واكروس ريزيستنس ايه اللي يحصل ما بصش للبصة دي عيب عيب بص للبعيد الفي ثري قبل ما كانوا زكي كان محتوط اكروس ريزيسترز دول اللي هي اتنين ار و ار اتنين ار و ار طيب لما كالويستيك كي اصبح الفولتوميتر محتوط اكروس الاتنين ار اللي هي اصلا حصل لها ايه؟ اصبح الفولتوميتر محتوط اكروس الاتنين ار يا شبابنا صح كده؟ اكروس الاتنين ار طيب طب ما هو الاتنين ار ثانية واحدة بقى بابا بيوزع فلوس اللي 40 جنيه اللي 40 جنيه اللي بابا بيوزعها بقى بتتوزع على مين؟ على الاتنين ار و الار بابا كان بيوزع 40 جنيه على عياله فعياله قبل ما كانوا زكي ده كان بياخد 20 و ده بياخد 10 فالحتة دي كانت بتاخد 30 فولت لما كالويستيكي بقى ال40 فولت بيتقسموا على 2R و R كل واحدة دي خدت 13.3 طبعا الأركام دي من دماغنا ودي 26 V2 زادت من 20 ل 26 لكن V3 كان بيقرى الفولتج من هنا لهنا كان بيقرى 20 و 10 و 30 دلوقتي ما بقتش 30 بقت 20 بس هي كده كده مظبوطة كده كده أيلى لنفسها أنا مظبوطة من مين من أي لو فاهم يبقى حلو تعال لي هنا دي بقى لما كالويست ده أصبحت التو اوم والوير كونيكتد ما تات الله يرحمها وأصبحت السيركت ما فاشل لأربعة اوم كويس كده هو عايز ايه ها فبيقول لك لا الأول تعالى بقى لما كان كي أوبند لا لما كان كي أوبند الأول كنا محتاجين نعرف البطارية لما كي كان أوبند خلاص كانت الريزيستنس التوتل الارتوتل بتسوي كام 6 أوم يبقى الفيبي تسوي واحد في 6 ب6 فولت لما كالويز دي ماتت البطارية ب6 فولت يبقى الأميتر هيريد 6 أوبار 4 فيطلع ب1.5 فولت 1.5 أمبير 1.5 أمبير اللي بعدي 4 ب20 يبقى هنا بتين أمس صح كده ماشي هنا هنبص تين و تين كونيكتد إمبير اللي بقى دي بفايف و دي 20 بقى دي بـ 25 تلات تنات كونيكتد إن سيريس بسيرتي و 10 فتطلع ب7.5 هنا دي قلنا 10 و 10 بفايف و 10 و 10 بفايف يبقى دي المفروض بتين أمي يا عمي 10 بأمي يا عم أصحى فتطلع بكم فتطلع أقل واحدة فيهم ب7.5 أمس شكرا اللي هي تبقى لاتر دي اللي بعدي إنزاشون كومبينيشن فور جويند رزيستورز ذا الرينجمن فرمليست كومبيند رزيستنس تودة غريتست طبعاً غريتست دي اعتبقى نمبر 2 اللي هما لما يبقى تلاتة كونيكتد إن سيريس وأقل هي أقل حاجة هي نمبر 3 يبقى أنا لازم أبدأ ب3.1 هيب 2 تعال نشوف كده حاجة بتبدأ ب3 أعلى حاجة 3 وأقل حاجة 2 أعلى حاجة 2 وأقل حاجة خلاص 3 فيبقى مين 3 دي أقل حاجة وتو دي أعلى حاجة طب تعالى كويس قوي في عندك حاجة كده؟ لا تاني شكراً فيبقى الإجابة لتر أي عمي فيبقى الإجابة لتر أي أعدت بص بس الأول أشوف بدل مععد أتعب نفسي فلاقيتها ماشية برضو جرب دايماً في الموضوع ده ساعات في الامتحام بتبقى الأسئلة حلوة كده تستمر خلاص ميزاوي you have three electric circuits as shown in figure which of the following relations is true? قوية I1 I1 بس آر ووووو ووووو وووووووووهل فدجمبر ووووووو فايبقى الإيهان بتساوي V V over R طيب هنا I2 بتساوي مين V over 2 R طيب وهنا R و R connected parallel يبقى بنص R واحد ونص R يبقى ال I3 بتساوي V على واحد ونص R أعلى current وبأقل resistance فI1 دي أعلى حاجة I1 بتساوي I2 ده مستحيل طيب كويس طيب I3 أقل من ال I1 I1 ده أعلى حاجة طيب دي ممكن I3 أقل من ال I2 لا ال I2 بص ال I2 resistance بتاعته في ال denominator أعلى يبقى ال current أقل I2 أقل من I3 I3 أعلى من I1 دي أعلى في ال resistance يبقى ال current لا يبقى دي ما تصحش يبقى الوحيدة التي تصحها هي letter B in parallel if they are connected in parallel the equivalent resistance by 3 ohm so the equivalent resistance when they are connected in series تعالوا نشوف هتطلع ازاي okay the resistance of first three times second if they are connected in theories يعني بصوا كده لو الفرست اسمها R خلاص كده يبقى ال second بتسوي كام resistance of first sorry لو second بتسوي R يبقى الفرست بتسوي كام 3R if they are connected in parallel R و 3R connected in parallel the equivalent resistance equal three arms يبقى ال 3 بتسوي product على صمهم 4R كويس طيب الفر بتسوي R يبقى ال resistance بتسوي 4ohm يبقى ال R بتسوي 4ohm طيب لما يبقوا connected series احنا عندنا واحدة بR واحدة بكام 3R مش ده اللي حصل واحدة بR واحدة بكام 3R يعني دي بربعة اوم و دي بكام 12ohm يبقى ال R في الحالة دي هتسوي 16ohm يبقى ال R هتسوي 16ohm if they are connected in series خلي بالك من الحركة الوطية اللي عملها احنا جبنا قيمة ال R وبعدنا نحطهم بقى series فواحدة R وواحدة 3R يبقى total resistance before R times 4 فتطلع 16ohm يعني الإجابة تبقى later B اللي بعده uniform cross-sectional area copper wire reshaped into rectangular shape K Y X M its length equals its length equal double width يعني لو الwith بقل ده باتنين L guys to obtain the greatest resistance the battery should be connected between any two points طيب تعالوا M و K يبقى هخش من هنا وهخرج من هنا فلو current تدخل من هنا اسمو I فلاق السكتين I1 و I2 I1 هيخلص هنا والI2 هيمشي كده 2L و L و 2L فبقت بكم اللي هي resistance directly proportional مع length يبقى هنا 2R 2R R فيبقى ديب 5R و R ZR connected imperial فيبقى هنا resistance برودك تعصم 5R فR على 6R فتطلع ب5R تمام تعالوا ناخد QX محتاج أعملها برة تاني في حتة تاني ماشي عشان ايه ناخد QX احنا اتفقنا DKY X M تاني مطلب احنا قلنا اول حاجة قلنا اول حاجة كم M و K هتطلع بكم M و K طلعت ب5 over 6R 5 over 6R تمام تعالوا نشغل على تاني نقطة اللي هي مين تاني نقطة Q لو دخلت قد البطارية هخش من K واخرج من Y فبكرا ندخل من هنا اسمو I بقى هنا اسمو I1 وهنا اسمو I2 هيخلص هنا والI1 هيلف كل ده يبقى R 2R R بدأت تطلع ب4R و R connected imperial انا سوري يبقى 2R R و R 2R و 2R يبقى 4R 4R و 2R يبقى انا دلوقتي لو انا اشتغلت ما بين مين و مين ما بين K و Y 4R و 2R connected imperial 4R times 2R على 6R دي معادي بقى 3 فتطلع ب4 over 3R اوكي بنرجع نعمل ايه بنعيد تاني خلاص بنعمل ايه بعد الوقت اهي K K K Y X M احط البطارية ما بين K و X K واخرج من X خلي بالكو ده 2R و ده 2R و ده R و ده R يبقى لو دخلت من هنا current هيبقى I1 و I2 I2 هيخلص هنا و I1 هيخلص هنا يبقى 3R و 3R connected in parallel 1.5R يبقى احنا هنا تعال لي هنا ده لو كان مين K و X تطلع 1.5R و كان عايز ايه the greatest resistance ماشي اوكي تعالوا ناخد اخر حاجة واحدة جديدة بدلنا نقعد نعملها ادي K Y X M هخش من X و اخرج من Y يبقى انتخل من هنا I بقى هنا اسمو I1 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 هيخلص هنا و داس اسمو I2 دب R داتنين R اتنين R R 2R plus R plus 2R ب5R 5R و R connected in parallel يبقى 5R و R على 6R فتطلع ب5 over 6R يبقى لو انا اش حطيتها فعند اخر نقطة X و Y فتطلع بتساوي 5 over 6R 5 over 6 و 5 over 6 و دي 4 over 3 يعني 1.3 و دي 1.5 يبقى اعلى حاجة ما بين K و X اعلى resistance ممكن احصل عليها ما بين K و X في الشكل ده فاصبحت الاجابة اوكي ما بين K و X تبقى letter C وفكرت انا اعمل ايه لما نشوف current داخل ازاي ماشي معلش تعال اقول لك على جنب كده لحسن تكون ناسي تعال كده مثلا 3 4 5 6 ويرايك انا هخش من هنا وهخرج من هنا افكرك كنا بنعمل ازاي لو current جاي من هنا i تبقى هنا اسمه i1 وهنا اسمه i2 i2 هيخلص هنا i1 مش 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 فاصبحت الريزيستنس 3 في يوم نفس current يبقى 3 و4 و5 connected series ده اكزمبل اه 4 و5 9 و3 12 يبقى 12 اومس 12 و6 connected اشار لهم احطوا بدالهم 12 12 و6 connected imperial يبقى الار total 12 times 6 over 18 فتطلع ب4 اوم تمام تعالنا نفرج على دي يعني ده كأكزمبل كده كقلت ما فكركم في you have three resistors r1 r2 r3 as shown in the figure when they are connected in parallel they give an equivalent resistance before اومس طيب تعال لا مش هينفع كده لازم نشتغل ماشي 3r 4r 6r when they are connected imperial r total بتاعتهم بتسوي كم 4 ohms 1 over 6 r plus 1 over 4 r plus 1 over 3 r اخد command denominator 6r 6r over 641 plus 6r over 4 r 1.5 plus 6r over 3 r تطلع الار بتسوي كم ثري اومز هو عايز بقى وينزي ار كونيكتد ان سيريس طلعنا الار بثري اول واحدة بتلاتة قريبا بتسعة فور ار تبقى بتولف ايتين يبقى في الحالة دي الار تبقى بتسوي تولف بلاس ايتين بلاس ناين فتطلع بتسوي كم سيرتي ناين اومز اللي هي تبقى الاجابة لتر دي فتبقى الاجابة لتر دي اللي بعديه دي كانت كم دي سنة كام اوغست 22 2022 the figure shows part of closed circuit that contains a group of identical resistors the equivalent resistance between two points a and b هذا equals كم نولو تبستن ار واير وار كونيكتد امبارل نشيلهم عشان دي جامبر واير كويس بايت هنا اتنين ار بقى الار من التحت بقى اتنين ار بصوا بقى هنا ار واير كونيكتد امبارل دي جامبر واير وفوق بقى في كم اتنين ار تو ار و تو ار كونيكتد امبارل القيمة الواحدة على عددهم فتبقى الاكوفلانت رزيستنس بتسوي ولا من شف ولا من دري ار لذيذة فيها اتنين جامبر واير بيحبوا جامبر واير مش مصدق اهو تعالى لي هنا طبعا احنا عد علينا لحد دلوقتي اكتر من سؤال من الامتحانات الاوفيشيال فيها جامبر واير انزا شون كلوزد الكتريك سيركت وانزا فاليو اف رزيستنس ار از انكريزد ده فولتميتر اكروس البطارية امو انترن الريزيستنس بتسوي صفر فهيقرى الايام اف اعمل مهما تعمل في الارتو في الريو ستاعت في الريو ستاعت في الريو ستاعت الريدنج فولتميتر في وان هتظل سابطة فيبقى انتشينجد انتشينجد فتبقى الاجابة لتر اي يعني لو بابا بيوزع عشرين جنيه الواد عنده عشر سين هاخد عشرين جنيه بابا ما عندهش العائل واحد طب الواد بقى عنده خمستاشر سنة عشرين جنيه تلاتين سنة عشرين جنيه هو بابا ما بيوزعش للعشرين جنيه البطارية مش هتتغير لان ما لهاش انترن الريزيستنس لما هنيجي في الحتة بتاعت الانترن الريزيستنس هنتكلم كويس اني جينا طب بص انا عندي هنا بكام دي باتنين ونص فانا عايز مجموع الاتنين دول باتنين ونص يعني هنا بقى يا تاعد تحاول يتشغل موخك one times nine product بتسعة على صمهم بعشرة فدي تطلع بوينت ناين لو انا خدت الاختيار ده وانا تو ايت برو داكت بسكستين على صمهم بتن فتطلع بوين بوينت سكس وان بوينت سكس و بوينت ناين بوينت فايف تو بوينت فايف و تو بوينت فايف كونيكت دين سيريس فيبقى التوتر رزيستنس فايف فو كان بيقولي اصلا انا عايز اللي خليهم فايف شكرا حبيبي فيبقى الاختيار فعلا وقع عليه الاختيار لتر بي اللي بعديه اس شونين سيركت ويتشوف زا فالوينج از اكراكت از كوركت وز ريس بيكتو دا فاليو في بي اي وان اي تو طيب بصو كده دول بطاريتين عكسة بعد الكارنت اللي ماشي من التولف وده كارنت كزا المين كارنت انا شايفه جاي من البطارية امو تويلف فولت فده معنى ان دي الاكبر في الفولتج طيب كويس بص بقى طيب انا لو خليت دي بطمانتاشر ايتين واتولف فيطلع التوتال ايمف بستة فولت في الاتجاه ده لا مايصحش طيب لو خليتها بستة فولت اه ممكن يبقى التوتال فولتج بست طيب كويس يبقى الاول احنا هنحصر الاجابة بستة فولت وستة فولت يا ده يا ده كويس الاي وان بثلاثة امبير لو خدنا الواد الاي وان بثلاثة امبير فجيكارنت هنا لقى قدامه قدامه ريزيستنس ار واثنين ار الرايشو بتوين ريزيستنس واحد لاثنين يبقى كارنت اثنين لواحد يبقى الحتة دي هتاخد ايه تو بارت او توف تريف كيميت الكارنت اللي داخل فيبقى الحتة دي تاخد اثنين امبير وده ياخد واحد امبير فالاي تو يساوي اثنين امبير اه انا شايف ان ده هو اصحي حاجة اول حاجة خليتنا نحكم صح اتجاه الكارنت الكارنت ماشي كده يبقى دي البطارية الاكبر يبقى لازم لما ماينس دي من دي دي تطلع الكبيرة عشان كده انا رفضت ان دي تبقى ايتين لان لو كانت دي ايتين يا جماعة ودي تولف كان الكارنت ماشي كده لا مديني يا بازل هو مديني الديريكشن بتاع الكارنت نبص مع بعض على الاكزامبل بتاع جون 2023 ان ذا جيفن الالكتريك سيركيت اذا فولتميتر ريدنج از 12 فولت وان ذا سلايدر افريوستات از موف دفرو وان ذا سلايدر افريوستات عند بوزيشن ايه؟ يعني انا خدت من الريوستات زيرو يعني كائن الريزيستانس في الريوستات بتسوي السفر طيب هنا يبقى بابا بيوزع فلوس على عياله بابا ما عندوش العاية الواحد بياخد 12 فولت يبقى افهم من كده ان البطارية ب12 فولت حلو ايه اللي حصل بقى؟ لما الريوستات اتحرك من ال A لل B من ال A لل B يبقى الريزيستانس زادت يبقى الريزيستانس زادت قالك ساعتها الفولتميتر ده بقى بيقرأ كام يا باشا قالك الفولتميتر ده ان شاء الله بقى بيقرأ 3 فولت لو ده 3 فولت يبقى هنا الفولتج اكروس ريوستات بتسوي 9 فولت طب ما تيجي نجيب الكارنت اللي هيمشي في السيركت في الحالة الجديدة V على R الفولتج هنا بتلاتة على خمسة فيبقى الكارنت بيسوي 0.6 أمبيرز ده اللي هيمشي في السيركت 0.6 أمبيرز طب الريزيستانس ريوستات بتسوي الفولتج اكروس ريوستات over 0.6 فتطلع ب15 أمس اللي بعدي For electric resistance as in figure the pointer of ohmmeter reads the same reading when the device is connected between any two points As in figure it out بصوا كده بيني وبينك تعالي لو انا حطت ما بين ال A و C واحد ونص واثنين ونص connected in parallel 1.5 times 2.5 connected in parallel product على سموم باربعة فتطلع واحد ونص في اتنين ونص over 4 فتطلع 9.37 لا 0.9 375 طيب ولو خدنا البيدي لو دخلت من هنا وخرجت من هنا فبقى الاتنين دول series باتنين ونص ودي واحد ونص باتنين ونص واحد ونص connected in parallel فيديني نفس القيمة دي كل سنة وانت بألف خير وسعادة فيبقى الإجاباليتر C The given figure represents a part of closed electric circuit the equivalent resistance of the shown combination equals بص يا باشا الر والر connected in series باتنين الر واتنين الر التو الر اللي فوق وتو الر اللي تحت connected in parallel لتبقى بر الر ور connected in parallel لتبقى بنص R يبقى كله على بعض بهاف R كانت داخل من هنا 2R و2R connected parallel العنية شايفاهم على طول فيبقى 2R و2R شلتهم وحط ببدلهم R R وR parallel يبقى بهاف R أو شوف انت بقى هتعملين which graph represents the correct relation between the electric potential difference between two terminals of fixed resistance and the amateur طيب أنا البيو 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 فيبقى العلاقة دي ده سؤال سنة كم ده أنا عايز عرف لا لازم عرف سنة كم العيال سقطة والعيال نكحة دي ولا ايه جون 2023 لا والله طيب كويس البيو 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 هنا اوغوست 2023 و لو فرضنا هنا الانترنال رزيستنس بزيرو اه لو فرضنا بابا بيوزع عشرين بلاش ده بلاش اللون ده تمام لو فرضنا ان بابا بيوزع عشرين جنيه على عياله. سي ده اخد له خمسة وده اخد له خمستاشر. فيبقى الفي وان بيقرى توينتي. الفي ثري يقرى خمس. الفي تو يقرى خمستاشر. طب الفي فور بيقرى العيال بابا خدوه. اللي هو فايف وففتين. فقرى توينتي فولت. فيبقى الفي وان بتساوي الفي فور. الفي وان اكوالز الفي فور. ده كان اخر سؤال طبعا. لان بعد كده هنخش على اسئلة. فانا عايز اقف هنا عند البرت ده عشان تاخد نفسك. كده تقريبا خلصنا نص الاسئلة. قسمنا الموضوعين مهمين. الموضوع الاول كنا بنتكلم على الريزيستيفتي والكوندكتيفتي وشوية ريشيوز. الموضوع التاني وعلاقات. ونقعد نحسب. هنبدأ بقى نتفرج على الموضوعين الجايين. في الفيديو اللي جاي. فلسطوب. راحة واستنى الفيديو اللي جاي. يلا. الى اللقاء. اشتركوا في القناة.